السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب يا رب اتكونوا بقى الف خير معاكو زملتكو الى احمد فرقة ربعة ان شاء الله اشرح لكم تكتورها لبعنوان البايو انرجيتكس اه باذن الله وده بين الجزء الاخير بين فل بايو عندكم فان شاء الله انا حاول نتلم فيه الاجزاء المهمة والي هقول لكم نقطة اللي هتيجي في الامتحان فتركزوا معي وهقول لكم لا سيلا بتيجي فيه ازاي فقبل ما نبدأ بس عايزين انا ربنا يعلم يعني انا بسجلكو انا كالموضوع ما قدش هقدر اسجلكو بس انتو يعني ملكو الزنب اللي انا اتأخر عليكو يعني اه بس والله زملت وقدنا يعني وتوفوه الله اه امبارع احتسبها شايد يا رب في سبيل العالم ويا ربنا يخفر الله ويا ربنا يخفر لاخوتنا وزمائنا ويا نسكن في فسيح جناتي يا رب اه اه قبل بس ما ابدأ انا بحب الدعاء ده جدا فاحبوه معي يعني ويبعتز جدا لو هبقطع كل شوية بس اه معلش اه اللهم جميني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة يا رب اجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة يعني طبعا ما تنسوش فلسطين ضدية كل مسلم يا رب ورب انصروا اسلام وعز المسلمين وصلح حالهم يا رب يعني موضوع صعب يعني بس الله المستعان اه هنتكلم طبعا على ثلاثة بقسمه الاهم اه 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 عملية الموتابولزم الانرجي الالكترون تراثبورت اتشين اه هنعرف كل حاجة بالتفصيل فالله المستعان يلا نبدا يقول لك هنا اه الموتابولزم هي عملية حيوية عادي بتحصل نستخدم فيها سيمبل سيونت بوس اشاب هي بتتمنثل في عملية يعني عملية الانابولزم كبناء وعملية هاد معانا ما اللارجي ملكولز اللي هي الكربوهايدريت منقصرها الجولوكوز والعكس ورد لو عايزين نبني اللي بت اجزاء بتاعاتها الصغيرة اللي هي الفاتي اسد والجليسرور البروتين للاماني اسد موضوع بسيط يعني اه هنا ديوجرام ده بيوضحوا سواء كان الكاتابولزم احنا بنهدم معانا منقصر لسمول ارجانز بيطلع عنها ايتيبي يعني هنفهم دلوقت تمام بس اللي اللي عايزوك تفهموه احنا بنقصر حاجة عشان او بنحرق حاجة عشان نطلع منها الطاقة اه نستخدمها في جسمنا يعني اما معانا سمول هنبني بيها انا بالاسم هنبني هنكون بيها وده بنستهلك بنستهلك طاقة تمام يا شباب بيقول لك هنا بقى ايه اه مقارنة بيقول لك هنا علي الكاتب والاسم اللي هو عملية الهاد منقصر لاجزاء المعقدة وبتكون هنا دي كلمة مهمة جدا اكسيروجينيك اكسيروجينيك عشان بيخرج عنها طاقة يعني منستهلك يعني ايه بيطلع عنها طاقة يعني دي 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 المصدر عملية الكاتابوليزم اللي احنا منقصر الاجزاء عشان استفاد منها ويطلع منها طاقة سواء زي اكسيديشن او في الجولوكوز ما طبعا يا شباب احنا منقصر الكاربوهيدرية للجولوكوز تمام ويبعد كده نحرق الجولوكوز عيطلع منه طاقة زي يبقى المثالين بتوع الكاتابوليزم الاكسيديشن بتوع الجولوكوز واكسيديشن بتاع الفاتي اسر تمام يا شباب اما الانابوليزم احنا بنبني بنبني مليكيولز فبنستهلك طاقة اسمها انديروجينيك يبقى شباب الكاتابوليزم كلمة مهمة جدا تمام زي ما بنبني كلام مفهومه بسيط تمام عمليتي بقى الكاتابوليزم اللي هي المهمة جدا اللي هي الاساس عشانه احنا هي بايو انواجدك احنا عايزين كمية الطاقة الحيوية احنا عايزين حاجة بتطلع طاقة فهي عملية البناء بتبع عبارة عن ثلاثة ستيجي ستيجيس تمام اول ستيجيس احنا منقصر الحاجات الكبيرة الصغيرة يعني ما فيش حاجة اللي هي زي ما قلنا الكاربوهيدرية للجولوكوز والبروتين الأمين وأسد والكلام من ده فبيطلع منها يعني كأنك ايه شفت انت بتكسر لقمة عيش انت حاجة كبيرة صغيرة بس برضو احنا ما تطلعناش منها حاجة فبيطلع منها من اما وانت قفل حاجة صغيرة جدا اما الاستيجيس التانية الحاجات الصغيرة بقى اللي اسمه المولكوز اللي احنا طلعناها دي بنحاولها الحاجة اسمها الاكتف اسيتيت الاكتف اسيتيت ده يا شباب ده اللي هيدخل بقى ويطلع منها الطاقة تمام يا شباب يوباستيج اتنين هيتحول ل اكتف اسيتيت وده بيطلع منه حاجات بسيطة بس الاهم طبعا الاستيج تلاتة اللي هي الكريبس ومش رضي ينزل اللي هي المؤشر تحت معلين الكريبس سايكل اللي هو بقى خلاص احنا نعمل الاكتف اسيتيت ده وايه ويطلع علينا منها الطاقة انا عاملة بوند بكلمة هنعرف دلوقتي ان هي اللي بتشيل الهايدروجين طول السلسلة يعني معلين فاللي عايزين نعرفه من السلايد دي ان الكاتبولوج معبارة عن تلاتة ستيج الاولانية بيطلع منها احنا بنكسر الحاجة الكبيرة الصغيرة فيطلع منها حاجة بسيطة خالص اما الاستيج التانية احنا عايزين نحصل على مركب اللي هو هيدخل الكريبس اللي هي اطلع علينا الماكس اما وانت اف الانيرجي تمام شباب هنا دا جرام الصغيرة تمام كل واحد بياخد المجرى زي ما انتم عارفين في شاباتر كل واحد بتاخد الرحلة بتاعتها بعد كده لحد ما توصل الاسيطال الاسيطال او اللي هو هيدخل بقى دي اللي هي الاستيج التانية بعد كده هيدخل عشان هو دا اللي هيطلع منها البقى الماكس واللي هي الاستيج تلاتة تمام شباب بيقول لك الحاجة التانية ايه معنى الانيرجي الانيرجي دا القدرة انت هتعمل سوريا القدرة انت تعمل حاجة او تغير حاجة الانيرجي دي بيبقى على شكل حاجتين في جسمنا هيت انيرجي يعني التاقة في جسمنا على شكل حرارة تمام مفاهية اللي بتعمل درجة حرارة او الى هي منجمعها ونخزنها في جسمنا على شكل هاي بوند تمام ونفهم بعدين الكلام ده بالتفصيل بيقول لك ايه الاتبي ده بقى? الاتبي ده بيقول لك اه جزء الجزء المفيد الجزء الجزء المفيد من الانرجي ده اللي بخليك تعمل حاجة يعني يخليك تبني مولوكولز اللي خليك تنقل اللي خلي اللي خلي اللي هي المصل الكلام من ده. تمام? بيقول لك هنا بقى احنا بنخزنوا الطاقة دي على شكل ايه? اه رابط كده ضعيفة اه اه او هاي انرجي بوند. بصلا شباب هاي انرجي اي حاجة فا فوسفات. تمام شباب? يعني بيمنتو جعانها كالوريس كتير. تمام? وده مش مما يعني بيبقى رمزها يعني مسلا لو جات معاد لو فيها الرمز اللي هو البتاعدي. اه ده معناها اللي هي هاي انرجي. بصلا اي حاجة اللي هي زي الاتبي طبعا ده الاهم. ده ده اصلا اللي اسمه منقول عليه. اه عملة كنا منقول عليه كده. عملة الانرجي في جسمنا يعني. معلين. اي حاجة فا فوسفات هاي انرجي. بصوا شباب بس ايه? يعني احنا عشان تحفظه الانتصال. اي حاجة فا فوسفات انرجي اه هاي انرجي ما عادة هنا بيقول لك ايه? تحت هنا الفوسفات اه استر اللي هو الاي ام بي ده لو انرجي. عشان بس تعرف ايه تحفظه. اه كده كتسهيلا يعني. بقول لك هنا بقى ايه من كون عن طريق ايه? عن طريق اه طريقتين يعني. اه حاجة اسمها سابستوريت اه. او اكسيديت فوسفلوريشن. اه حنفهم بتفصيل والمقارنة هتيجي دلوقتي ان دي يعني حاجة دايركت على طول. فاهمين? معانا مركب ال اي دي بي حنضف لقو فوسفراية. فحيدينا حيطلع السابستوريتو الوحده وحيدينا ايه مركب ال اي تي بي اللي هو مخضونه الطاقة عندنا. تمام? اما عملية اكسيديت فوسفلوريشن انه هي بيكون معانا مركب اسمه ناد. لازم نحصل على مركب اسمه ناد والفاد والكلام من ده. اه ويتحاول نحاول الاول لنادي اتش اه بلاس اتش. بعد كده هو يدخل لحاجة اسمها ريزبوريشن. هنفهمها دلوقتي. بعد كده هي هلها تطلع لنا الطاقة. حاجة يندهرك بس دي دي الاشهار دي دي اللي جسمنا بيعمله. يعني دي الطريقة دي بنعملها جزء بسيط خالص. اما الاكسيديت فوسفلوريشن ده المعظم يعني زي هي اللي بتعملها يعني. بيقول لك عن طريق. يعني ده ده الاشمل. بيحصل في كلمة مهمة جدا. عن طريق زي ما قلنا. لازم نحصل على الحاجة اسمها زي ما قلنا. وبعد كده هي دي اللي هتمشي في كده هتمشي في سلسلة اللي هتدينا في الاخر تمام? معلومة انا انا سمعت طبعا بتاع الدكتورة بتاعت الشرح علشان لو قالت حاجة خرجة ولا كده بيقول لك هنا ان في ما بيحصلش ليه الطريقة دي علشان مش مش فيها تخليكم من المعلومة دي. خليوا باكم من المعلومة دي. اما ده جزء بسيط خالص اللي بيعمل بالطريقة دي. اه تمام? بيكون عملية يعني احنا معا ازي ما قلنا اي دي بي بنحاولها عشان نحط عليها بصر شباب عاودوا نفسكم اي يعني ازي ما انتوا عارفين طبعا في شاباتر الميتابولوز مسكلام ده اي حاجة اسمها احنا من منضيف فوسفتية. اه صح? يبقى اي حاجة اللي هو ايه تمام? ده احنا منضيف يعني حاجة على طول. فده اللي هو النوع صغير جدا. اما الاكسيديت في الاكسيديت في اللي هو باقي عن طريق بيقول لك ايه بقى اللي انا بقول عليها دلوقتي? هي عملية اكسيديشن. عملية اكسادة. بيصاحبها خروج طاقة. الطاقة دي بنخزنها على شكل اي تي بي. اللي هي الفوسفيت بون زي ما قلناها اللي هي الاي تي بي. العملية بقى اللي هي اللي احنا بعد من فيه فيه اكسادة حصلت. بعدك فيه فيه طاقة عايزين نخزنها. نخزنها على شكل اي تي بي. اللي هي العملية الفوسفلوريشن. تمام? يبقى هي عبارة عن اكسادة وفوسفلوريشن. اكسيديشن وبعد كده الفوسفلوريشن اللي هي بنخزنها على شكل اي تي بي. تمام? بيقول لك ان ايه الاكسيديشن ده? عبارة عن فقط الوكترونات. اللي هي الاختزاز زي ما انتم عارفين من الكيميا انه اللي منكتسب. بيبقى الموضوع ان ده والالكتروينات بتتنقل من حاجة اسمها عاوزين بتعرفوا السطرين النوع يعني الموضوع مش زي ما انتم عارفين يا شباب ان كان الحديد اتنين كان بيتأكسد بسهولة جدا لحديد تلاتة. ليه? حديد تلاتة ده يعني يقدر يشد الالكترون بسهولة زي ما انتم عارفين. وكذلك النحاس. اه طبعا الدكتورة ما اكدتش على الكلام ده بس اللي انتم عازك تفهمون كلمة وان يا شباب ان اللي بيحصلوا اكسدة بسهولة ده اللي هو يعني بيدي الاكسران بتاعته بسهولة. يبقى الاكسدة والاختزازة بتحصل من ايه? من اللوردوكس للهيردوكس. اللي عنده لوردوكس بتنشيل 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 ده اللي احنا من ايه? القدرة ان العنصر ده او المركب ده ان هو يكتسب ويشد الالكتوراني عنده. اللي عنده هيردوكس ده اللي ايه اللي هو بياخد في الاخر. يبقى احنا بيبينقل الموضوع اللي عاودين تعرفون بسلايد ده انه من اللو للهاي. اللو ده بيدي للهاي. تمام? اه اما بقى عملية الفوسفليريشن. بعد بقى خلاص بقى عملنا عملية اللي هي الاكسادة. في طاقة بقى عازين نخزينها على شكل ايتي بي. فاحنا بنعمل بقى ايه منضيف الفوسفليريشن. او الفوسفات دي. على ايتي بي يدينا ايتي بي. عن طريق حاجة اسمها ايتي بي سنسيز. اه هنعرفها دلوقتي. بص الشباب دي عندوكس ريزبيريشن اهو. بص الشباب. احنا دي انتر ميمبرين. ده الماتريكس او الانر ميمبرين. اه عايزي. زي ما انتو عارفين يعني ده انر ميمبرين. ده انتر ميمبرين. بعد كده الاوطر ميمبرين. ما علينا. اللي انت عايزين اللي انا عايزينك بتعرفوه بتحصل فيه في ميتو كوندرية. يعني احنا دلوقتي في ميتو كوندرية. احنا في الانر ميمبرين. ده الانر ميمبرين يا شباب. عايزين نعرف برضو بتحصل عن طريق كومبليكسات. كومبليكسات دي اللي بيحصل بصو شباب. ان بيبقى في اه هيدرجين هيدرجين بتنقل منكم بالكسم ملود الثاني تمام وعن طريق اثناء التنقل ده في هيدرجينات برضو هنا بتروح للانتر منبرين. فاسناء اللي هي الهيدرجينات اللي بتطلع ده الهيدرجينات اللي بتطلع دي بينتج عنها طاقة تمام. يعني هي دي هي الطريقة اللي دي اللي بتخلي في ايه ده فيه طاقة بتتكون هيا عن طريق ان الهايدروجينات دي بتطلع. تمام? بعد ما الهايدروجين بتطلع في شباب لازم تعرف ان الهايدروجين بيتنقل من ايه من الانتر تمام? هنا بتاع الهايدروجين حايزيت صح? فايه? فالهايدروجين عايزين ايه ما خلاص بق فيه فيه فرق كبير فالهايدروجين عايز ايه? يرجع تاني للماتريكس بس ما فيش مقفولة هنا. فيروح عن طريق الحاجة اسمها خمسة هنعرف دلوقتي اللي هو هنعرف ده اصلا عبارة عن بوابتين. بوابة اسمها اف زيرو واف واحد. اف زيرو ده عبارة عن اللي هو يسمح للهيدروجين يا ادخل خلاص يا ابن. اما الاف واحد ده اللي هو خلاص بقى بيجمع بقى الطاقة اللي نتجه عن الموضوع ده كله ويحاول الاي دي بي. صور يا شباب. اذا عايز انا سلحة جدي بي احنا قلنا اف واحد بقى اف واحد بيجمع الطاقة بيحاول للاي دي بي. تمام? احنا هنعرف بالتفصيل دي اه تمام. بس اللي انا عايز اكتعرفوا هنا ان اه الموضوع بيمشي ازاي. اه موجودة هي عبارة يعني دي يعني مركبات يعني يا شباب بتنقل هيدروجين شوف يعني احنا بدقين بناد اتش بلاس اتش. اتحاول الاتش ده بيتنقل من للتاني. بيوب على شكل ايه? بص يا شباب في الاول بيوب على شكل هيدروجينات عادي اه ايون هيدروجين موجود ده. بعد كده بتحول الالكترونز. مجرد ما حاجة تظهر اسمها حاجات كارير يعني بتشيل بقى بتشيل على شكل الالكترون. انا عايزك بس اتعرف معلومة ان ان يعني في حالة اللي هي الانواع بتاعتها اللي هي هنعرف دلوقتي والاول كلام ده بيتنقل الموضوع عن طريق يعني ايه 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 مش هيدروجين. مش هيدروجين. الهايدروجين بيحصل في اول ايه اتنين ده. اللي هو في الناد والفاد. تمام? عزيك عزيك تعرفوا مجرد ما نوصل هنا للكمبلكسات دي بيتبع عبارة عن تمام? وعزيكم تعرفوا برضو زي ما قلت ان ايه? اسنان ما بيتنقل الحاجات دي. الالكترونز دي والهايدروجين والكلام من ده بيحصل برضو حاجة اسمها بومبينج. اللي الهايدروجين بيطلع. عشان يعمل لنا فيه فرق في الكنسنتريشن اللي عايز يخلي الهايدروجين عايز يدخل تاني. يدخل عن طريق اللي هي البوابة دي. فحركة الهايدروجين دي يا شباب هي اللي بتجيب لنا ايه? الطاقة. اللي عتخلي اللي يكون لنا الطاقة في الاخ. تمام? هنعرف التفاصيل دلوقتي. بقول لك هنا عبارة عن عملية اه اكسيديشن مع الوداكشن. بيكون ايه? الهايدروجين جرادولي. جرادولي يا شباب. هو ماشي ماشي بترتيب معين وسلسلة معينة. كلمة جرادولي دي مشهورة جدا يعني ايام شافوا كانوا بيسألوا على الكلمة دي. تمام? بينقل ايه? بينقل لحد ما يوصل للاكسيجين. الاكسيجين ده في الاخر يا شباب. فين? عشان وجودة فيه ده جرام تاني. يعني في الاخر ما احنا ايه? ما منكون ايه? بيخرج ايه? مركب مية. الاتش ده ما بيدخل بيتحد مع الاكسيجين يكون مركب مية. ده كمان يدينا يا شباب ايه? انه برضو ان انه بيتنقل فيه حاجة اسمها دلوقتي الاكتروجناتيفتي. بين زي ما قلنا من اللو للهاي. اللي هو يا شباب. ان الاتش ده اقل. فبيمشي بيمشي بيروح للاكسيجين اللي هو الاعلى. تمام? الالكترون بيتمشي كده. هنعرف بالتفصيل دلوقتي عشان بس ما تلابطوش. اها من السلايد دي تمام? زي ما بتكرار. اللي هو بتحصل عادي. والهايدروجين بيتنقل. ويروح للاكسيجين في الاخر عشان يكون لنا ووتر. وبعد كده الطاقة بتطلع. وتتخزن على شكل عملية بتحصل في 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 الانر يا شباب. تمام? لكن لكن اما بيتحصل يا شباب بيتحرك من ايه? من الماتريكس للايه? معلومة اه ركزوا على الحاجات دي. لما صار يا سيدنا الحمد بيقول لك هنا ايه? اه بيقول لك هنا ايه? اه اول اللي هي يعني عبارة عن هي بالسلسلة من هي بتشيل بقى حاجات بتشيل والالكترونات دي وتمشي على طول كلام بديه يعني الكمبوليدرات دي terminate من اليكترونياجتف لل действительно الاستنال من اليكترونياجاتف من اليكترونياجاتف من اليكترونياجتف تمام عشان ينقل الهايدروزين ما هو Bayezo الاكتر قابلية ليه فاهمين فيقلك في حاجة اسمها ليه تاني دا ليه الاست الاكترونياجاتف بيكملوا يعني فاهمين بيوصلوا البعض كده من الاقل للأعلى اللي هي اسمها الكونزيم دي في الاخر تدي للأكسجين الاكسجين ده يا شباب اللي هو ايه الالكترونيجاتف مور الالكترونيجاتف ليه تفورم الووتر وفي الاخر سوري في الاخر بيطلع ايه انرجي تمام انا مساعدت لنا هاي الالكترونيجاتف بيقولك هنا القوة اللي تخلي الظرره تمام فبيقولك هنا كل كل انزيم بيحتوى على حاجة اللي هي ايه الاير او الكوبر ده اللي يخلي شباب فيه فيه اختلاف في فيخلي الهايدروجين او او الالكترونيجاتف يتنقل تمام فمن الالكترونيجاتف للمور الالكترونيجاتف تمام شباب من الواطي للعالي تمام يعني احنا بدأنا بالكومبليكس واحد او بداية الهايدروجين بعد كده وصلنا للاكسجين اللي هو المور الكترونيجاتف بيقولك هنا تكوين دي برضو دا جرام تاني اوضح عليه بيقولك هنا تكوين او بيتكون من ايه زي ما قلنا اربع كومبليكسات كومبليكس واحد اتنين تلاتة اربعة تمام الخامس ده اللي احنا قلنا عليه معلومة شباب مهمة بنقول على الخامس يعني ممكن ايجي باللفز ده ممكن ايجي باللفز ده واتنين او كاريرز يعني اللي هي اه اللي هو والسايتو كرومسي هنرفض الوقت ووظيفة كل واحد تمام شباب بيقولك هنا ايه بقى نعمل هنا عشان اعرف اكتب اه بقولك هنا بص احنا هو في الكمبليكس واحد تمام بيتنقل من كومبليكس للتاني وفي نفس الوقت يا شباب بيطلع ايه بيحصل ايه? للاسم ده لي ايه بيطلع في نفس الوقت ده اللي بدينا يا شباب اتطاقه اه احنا معنا هو شباب بيطلع علي والنا هو الهيدروجين بيحصل كده وعند اللي هو كومبليكس الخامسة. الـ تمام? وهنعرف دلوقتي ازاي. بولك ايه. عند في حاجة اسمها بصيتو كروم سي. ده شباب ما هو الا كريم. يعني فاهمين بيشيل الهايدروجين او اللي وبنقلها من الـ للتاني. هنعرف دلوقتي بالتفصيل. استنوا. ما مش عارفها بصراح ده. بولك هنا ايه? الكمبلكس الاولاني في حق اسمه الاف ام ان لازم تعرفه كل كومبلكس بيتكون من ايه الاف ام ان وطبعا معلنا والكلام ده وقاير نصرفها يا شباب بيقولك هنا الحديد شوف سبعة العناصر الحديد اللي بنحطها هنا شباب سبعة هنا يخلي الحاجة يعني هو ده اللي بيدي الاختلاف في فاهمين فيخلي الالكترونز او الهايدروجين تتحرك من الاوطل الاعلى الكلام من ده فبينقل الهايدروجين والالكترون من حاجة اسمها الناد الناد اللي هو اسمه ايه للسائل الكونزايم كيو يبقى عزين نعرف يا شباب في الكمبلكس الاولاني وكان الكمبلكس الاولاني يبقى اه اه اسمه ده الناد الناد بينقل فيه فيه في مركب اسمه اللي هو الاف ام ان تمام الاف ام ان ومعنا سبعة اللي هو اقير نصرفه تمام ومعنا اه اه ده بينقل بينقلها الحاجة من الناد ما خلص الناد للناد زي ما انتم عارفين الهايدروجين ده اه بيتنيقل من ايه من الناد ما هو ده ده حيشيله. ده حيشيله. فحيعمل لنا ايه? فحينتج وحنا قلنا في نفس الوقت يا صيباب بحصل ايه? للهايدروجين من ايه? من الماتريكس للايه? الانتر ممبرين اه الانتر ممبرين سبيس. فحيطلع هنا اتي بي. ده الكمبليكس الاولاني. تعرف اللي هو عبارة عن اف ام اين معايا ايرون سلفر معايا اه معايا سيتو كروم كيو. الكرير هنا يا شباب اسمه سيتو كروم كيو. تمام? تعرف اه كل بيتكون من ايه? احفظ اكد. اف ام اين معا سلفر معايا يعني اير سلفر والهاجر والالكترون بيتنقل عن طريق عن طريق سيتو كروم كيو سيتو كروم كيو. وينتبقى عنه الاتبي. الكمبليكس التاني عبارة عن فاد. هنا في ايه? ايه? هنا فاد. تمام? وهي ساقسينيت دي هيدروجينيز. ساقسينيت دي هيدرجينيز. ساقسينيت دي هيدرجينيز. الفاد وساقسينيت دي هيدرجينيز. الفاد ده بين الهايدرجين من ايه? من اللي هو الكرير النفس اللي كان معنا. اه بيكون زي ما انتم عارفين. سي او كيو ا maximalأتي شبب فشباب الالفاد دي هو بيقولك هنا ويزاوت بيقولك هنا وزاوت بوزاوت turbulence وفي يت بي جزوت ليه? الفده يا شباب ما فهو بواة هو بوابة عادي شبه الايه? شبه الناد. بس الفاد دي مشكلة يعني دكتورة قالت ايه? انه البوابة دي مفهاش الباب اللي يخليي يحصله يا يحصله بامنج من الماتريكس اللي ايه للاااااااااا تمام? فمش فمفيش هيدروجين بيطلع في في الخطة بتاعة الكومبليكسايا تنين ده. فمش بيطلع عنه ATP يبقى يا شباب معلومة عندكم احنا معنا ايه اربع كومولكسات صح كومولكسي واحد اتنين تلاتة اربعة الكومولكس الوحيد ان ما بيطلعش عنه ATP اللي هو الفاد واصلا الفاد حيذكر عندنا مرة واحدة تمام هو هيكمل عادي بس هو يعني دي بدا يبدو هو بيبدأ من هنا تمام يبقى عاوزين عشان برضو نحفظ مع بعض الكومولكسي الاولاني بيتكون من FMN بالهايدروجين بيتنقل من الناد يا شباب من الناد اللي هو ليه وفي نفس الوقت بيطلع علشان فيه هيدروجينة طلعها من الماتريكس اما الكومولكسي التاني اللي هو فاد مش بيعمل حاجة مش بيخلي الهايدروجين يتنقل من الماتريكس فمش بيطلع يعني شفت يا شباب بيينقلوا خلاص ما لهوش لازمة كاريرو خلاص تمام ومعايا ساكسينيت دي هيدروجينيز اللي بعدها الكومولكسي التالت بتكون من سايتو كروم دي بقى ايه شباب عشان نعرف نفرق ما بين السايتو كروم بي و السي وعندنا واحد دلوقتي ايه لازم تعرف في السايتو كروم تلاتة ظهر كارير جديد اسمه بي و السي تمام السايتو كروم بي ده الحاجة الاساسية اللي بيكون الكومولكسي تلاتة اما السايتو كروم سي ده جست كارير يعني عادي لكن ده 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 المهم ده يعني ايه المميز اللي بيكون بيكسي تلاتة اللي بي و السي ده عبارة عن كاريرو تمام ومعا برضو زي ما قلنا وبيقول لك هنا ان ال احنا كن معايا سايتو كروم كيو ايش تو من الخطوة اللي فات تمام حيتنقل السايتو كروم سي ما هو ده جست كاريرو يعني بيشيل بيشيل او الاليكترون ايه للخطوة اللي بعدها. هنا بقى آآ الدكتورة عدلتها. قالت هنا آآ على حسب بصوا هي آآ يعني هي نظريات. بيقولك انا في الخطوة دي هيطلع كم بروتون والكلام ده. بس يا الدكتورة عشان بس تقيل في الامتحان. ده يا شباب تشلوها. تشلوها. دي اربعة. اربعة بروتون. اربعة بروتون. عشان فعلا كل مركب آآ ما بيطلع منه اربعة بروتون هيدروجين يدينا واحد اي تي بي. تمام? عارفوه كده. دي حاجة حتتطلح يا شباب اربعة. انا شفتها انتم منزلانها باين على على الجروب عندكم. تمام? اه يا شباب انا تأكد تماما. تمام? اه هنا بيقولك ان دي اعتبه اربعة بروتون. اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي اكتبها عندك. السيتوكروم بي. السيتوكروم بي ده اللي بيميز. الكومبالكس تلات. السيتوكروم سي اكتبها شد خط شد ساهم كده اقوله اللي هو عبارة عن كارير. بينقل له خلاص بينقل لها هيدروجين بس بينقلها هنا عن طريق اه في شكل الالكترونز يعني. بينقلها من اللي هي اللي هو اللي هو كان في في التاني. وينقلها للسيتوكروم سي علشان يروح للكومبالكس ايه الرابع. بيطلع هنا عادي خالص عشان هيدروجين حصلوا يعني عادي. احنا قلنا مش مش بيطلح اي تي بي في حالة الكمبالكس اتنين اكتبها يا شباب كده. الكمبالكس اربعة بقى عبارة بانضاف هنا وسيتوكروم اي اي سري. سيتوكروم اي اي سري ده يا شباب مميز جدا للرابع. ماشي? وهو عبارة عن هيمو بروتين. احنا عرف يعني. عنا عرف دلوقتي هو فيه برضو يعني ايرون ده. آآ واتنين كوبر. يعني كلمة كوبر دي يعني ممكن موازل كومبالكس بس الدكتورة ما اكدتش عليه يعني. بس اي كانت ايامنا على سناتنا يعني. كان كلمة كوبر ده ما انذكرتش على الكمبالكس اربعة. فكنا مناخد بالنا منها يعني. آآ بقولك بين الاي احنا كنا وقفين هنا عند السيتوكروم ايه? آآ سي. سيتوكروم سي. هنا. فالسيتوكروم سي هيديها للاكسجين بقى خلاص احنا وصلنا للاخر. تمام? هو وصل وفي الكمبالكس ده. آآ من السيتوكروم ايه? بينقل من السيتوكروم سي. واحنا روحن فيه. سيتوكروم سي للاكسجين خلاص. ويمسك مع اتنين بروتون. فاتنين بروتون من الاتش يعني. آآ علشان يكون اللي هو آآ جزيق مية. ويطلع منه الاتبي. تمام يا شباب? بيقولك ايه هنا? الاكسجين في العملية بقى عمتا. هي بيسمو بيقولك انها الفري انجل بيستخدم عن طريق الاتبي انسنزيز. احنا قلنا عليه يا شباب بنقول عليها كومبالكس خمسة. كومبالكس خمسة. الاتبي الاتبي سنزيز. آآ بنكون فيها الاتبي ونضيف عليها الفوسفتية دي. وايه? ويطلع الاتبي. بقولك ايه يا شباب عملية الاكسجين في فوسفلوريشن قبل دي. يعني متصلة ببعض. لازم بتحصل معه. يعني ما ينفعش ان نعمل الاكسجين من غير فوسفلوريشن. فاهمين? الاكسجين اللي هي السلسلة دي كلها. اللي هي اكسادة واختزال وتنقل الهايدروجين والكلام من ده. طب ايوة. طب ما ده كله. وفي الاخر طب ما الطاقة دي اللي احنا عملناها. ما احنا عايزين نخزينها على شكل ايتي بيه. اللي هي عملية الفوسفلوريشن. ما لو ما حصلتش كأننا وعملناش حاجة. فهي متصلين ببعض. تمام يا شباب? لازم يحصلوا في نفس الوقت. ناخد ريستي كده. وقرأ النصيح دي من خطوكها لا يعني. آآ ولو حد عنده يعني دفكت في الموضوع ده لازم يعالجه يعني موضوع الصحبة دي. آآ قبل بس ما نكمل هو الموضوع يعني المهم المهم من من التوتورة العدة الحمد الله. فلا بس لازم نعمل ايه? مراجع بسيطة كده عشان ما اكتفوش مني. يا شباب. الله انا شايفك يا اللي بتتتاوب. بولا كينها ايه بقشها? المتابوليزم زي ما عارفنا احنا نقولها للحاجات المهمة. عبارة عن عملية انا بوليزم وكاتابوليزم. احنا الحاجات الكبيرة القسطرنار الصغيرة دي عملية ايه? كاتابوليزم. اللي بد للفتياصة البروتين. تمام. زي ما عارفين. بس اللي نعرفه ايه? اللي اما منتقصر بيطلع عنه يعني منتقصر بيطلع عنه يعني دي اسمها احنا منطلع حاجة كويس. اما احنا بنبنيه فحنستهلك بقى. حنستهلك بقى اسمها فمنستهلك العملية اللي هي عملية البناء. اهي. دي المهمة. تمام? آآ عملية اللي هي الجلوكوز اللي احنا لست واخدينها يعني. لا يعني عملية دي اللي هي عملية تكسب فبتطلع فبتطلع طاقة. بتاع الجلوكوز والوكسديشن بتاع الفتياصة. اما بنائبة اي حاجة تانية ده انابوليزم و ايه? واندوروجينك بيستخدم طاقة. اللي عاوزين نعرفه الكاتابوليزم معابرة عن تلاتة الاستيجز الاوليين احنا منقصر حاجة بناء الصغيرة فبيطلع منها اما الاستيجز التانية احنا عاوزين نحصل على اللي هو عيدخل بعد كده اللي عيدخل بعد كده اللي بعد كده عيدخل وده اللي عيدتلع منه الاستيجز تلاتة. اهو زمانة انتوا عارفين من الدجرام ده. خلاص. بيقول لك هنا ايه? الانرجي اللي هي القدرة ان احنا نعمل حاجة او نغير حاجة وبعلى شكل ايه? اه اه الطاقة دي بتطلع على شكل ايه? حرارة. اللي بتدينا اه اه حرارة جسمنا. او على منجمحها على شكل اي تي بي. هاي بوند يعني روابط قوية الاي تي بي. الاي تي بي ده اللي بيساعدنا اللي احنا نعمل اي حاجة في جسمنا. المصل كونتراكت. اللي نيرفي طلع الانبلس بتاعته. اللي احنا نكون بقى كلام من ده. ولكنه عن طريق اه دي خلال طريقين. وان ده يا شباب اي حاجة بيطلع يعني هو فبيطلع منه كتير يعني المهم يعني عشان نحفظ الامثلة. اي حاجة يا شباب من احت الكلام من ده. ما عادل اللي هو انا بسعدك والله انا كنت باحفظها كده. كل اللي فيه فوسفات عشان بس الوجات اللي اهو. اهو. دي كانت ضايركت خالص معنا اصلا احنا احنا وردي معنا الجزء ال اي دي بي هنضيف عليه الفوسفات يتحول ل اي تي بي خلاص عن طريق اللي هو اي اما او اللي احنا قلناها اني بمعان لازم يكون معانا اه اللي هو الناد واللي يتحول الناد اتو والكلام من ده ونبدأ بيه السلسلة ونبدأ بيه السلسلة وبعد كده يدخل اه يتكمل السلسلة بيها وبعد كده يطلع علينا ال اي تي بي. اهو. لازم تعرف هنا ان هو اللي هو اللي هو منعمل بيه اه وبعد كده اما الاصاب السريت ده فيروس مول جدا علشان هو الموضوع يعني منكون اي تي بي عن مواضع معينة اللي هي الفوسفو جرايسريت كاينيز بايروفيت كاينيز السلسلة بايروفيت كاينيز. اعرفوا التلات امثلة دول بتوع السبستريت ليفل عشان جات لها مرة كل ده من السبستريت ليفل معادة ايه. تمام? رزبهات ستين هي عملية اكسادة وبصاحبها بعدها عملية اللي احنا نكون الاتي بي. اه قلت لكم اللي تتعرفون من من دي ان الموضوع اللي هو اللي بيحصل او الهايدروجينات او الالكترونات بيتتنقل من حاجة اسمها للهايريدوكس او اللي هو سفات. عن طريق قلنا يا شباب منطلق عليه ايه? انا مش ايل. انا مش ايل. اهو. دي عملية دي رزويرات عبارة عن ايه? اه اربع كومبليكسات وبعد كده مش ايلة برضو. عبارة عن كومبليكس ايه? واعزين نعرف برضو كون بكل كومبليكس بتكون ايه كومبليكس الاولاني. اه بيعبارة عن اللي هو تمام? ومعها اللي وصبها اه سلفر اه ايرون سلفر. وبكون معى يا شباب ايه? بتحصل ايه. قلنا يا شباب اللي هي بتحصل في موضوع اه با الموضوع يكون اه عوثين عوبارة قلبكها ده عبارة عن الموضوع علشان موضوع من الشمال اليمين رايحان للاكسجين كده اللي هو ايه? قصو برضو كان على ايامنا كان يقولوا ايه الج倒ر الدورة يا شباب. ما بيمشي يعني بسمه ده بتمشي ازاي كنا نقوله من الشمال اليمين دي. بكل ما ما نمشي كده بيتزيد دي كان يعني حاجات ايامنا بس كانت كيميا بحثة يعني. الحمد لله تشلت ما عليكم. اهو. من المور الالكترو نيجاتيف للمور الالكترو نيجاتيف. اهو الكمبوننت بتاعت الالكترو ترانسوبورت قلنا اللي هو اربعة كومبليكس. وهي اتنين نلوها كونزام تيو وسايتو كروم سي. والاتي بي سنسيس. مش ايل. اسمه ايه. قولك الاولاني اف ام. بص اف ام اولاني. الفاد التاني. تمام? باعي ساكس النيت دي هيدروجينيز. احفظوا ساكس النيت دي هيدروجينيز ده في التاني. الساكس النيت واللكومبليكس التاني يا شباب. اطلعشوا منه اتي بي. اي طلعشوا منه اتي بي. عشان كده هتتعرف دولات الفاد. بيطلع واحد ونص بس اتي بي. هتعرف دولات. اما الكمبليكس الاولاني. اه الكمبليكس الاولاني بيبدأ منه الناد. بعد كده الناد ده اه خلاص ادى الهيدروجينات بتاعته اللي هو الكو انزام كيو. فعي كما قولنا الكو انزام كيو اللي هيدخل معانا في الهو. هيدخل معانا في الكو. بصوة. هيا كاريرات. كارير كارير بيدي للتاني للتاني للتالي والكلام من ده. لانا اعزاكم تعرفوا بمعلومة دي. كل الكمبليكسات بتدي اتي بي معادة الكمبليكس التاني. اللي هو ما بلاخد اه او او اللي هو دي تصححها هوا اللي هي اربع بروتونز. اربع بروتونز عشان الدكتورة قلتها لكم. تمام? وعزاكم برضو تكتبوا كده. السيتو كروم بي ده في الكمبليكس ده المميز لكمبليكس تلاتة. السيتو كروم سي ده جست كارير. تمام? اما سيتو كروم اربعة. اللي بيميزه سيتو كروم تمام شباب وبينتهي في الاخر ان بنعمل جزء مية وبينطوب ايه? عن هذا اللي هو الاتب. شباب في الكمبلكس اربعة ايه الكمبلكس خمسة اللي هو الاتب سنسيز. اه حنعرف دلوقتي قدام يعني خمسة اللي هو الاتب سنسيز اللي العمليتين دولك متصلين ببعض ولازم يحصلوا مع بعض يعني لو حصلت واحدة التانية كده وده اللي هيكون الانقبل اللي رب يتعمله حاجة قدام دلوقتي بيتفصل ما بين العمليتين فاحنا ما فيش طاقة وممكن اصلا الخلاف موت تمام سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ربنا يصلح لكم ونصحة من اختوكم برضو البيو دي لها ايه لها كده دخلة يعني مش زي مش زي كل مادة يعني اللي هي سرد بقى وحفظه والكلام ده لأ وحتى كمان والله الرتم بتاعها بسيط ويمميز اللي هي البيو دي بتحب الحاجات بجد العنصر ده اللي بيساعد مثلا في الميكانيزم كذا اللي بتحب مثلا الارقام يعني ده بينتج عنه كام الكلام ده مش بتحب الطريقة والسرد ده وده حصل ايه ممكن تكون في الداتا كفهم لكن بتحب اول لو حصل اي يعني او اي حاجة فيها انهيبشن الكلام ده تحب مثلا اللي فيها المشاكل مش هي مادة مشاكل لا بتحب لو لو مشكلة في الانظام ده ايه اللي هيحصل واعترفوه بعدين يعني بجد البيو دي جميلة يعني مميزة في وذكرتها عن اي مادة مش عشان انا بشرحها لا لا يعني هي جميلة جميلة يعني نكمل بيقولك هنا السيتوكروم ده عبارة عن انظام بتحتوى على الحديد هي ده معلومة عادية خالص ان الفرك اللي اسمه ده ان الفرك تلاتة بتحول لفرك اثنين والله العظيم ده السوق يعني هو يعني حمل الالكترونات والكلام ده هي مش مهمة اصلا حتى الدكترون ما قلتهاش بس هي كانت موجودة في في الداتا فقلتك اقولها يعني بس اللي انا عايزيكم تعرفوه ان هي الالكترون هنا في بتتتنقل في من من زي ما قلنا كان في الاولان الكو كان كامل في الاولان والتاني كان ممازين للتالت عنا قلنا ممازل للتالت بعد كده كده فالرابع بعد كده رحنا للأكسجين تمام بيمشي عن طريق الكلمة الكترونات اما في الاولان خالص في الناد والفي الناد والفاد والكلام ده بيمشي على على شكل هيدروجينات يعني. قول لك هنا كومنتات بقى بيقول لك ايه? عادة يعني عملية اكسادة واختزال في السلسلة. بيقول لك هنا اهو في الناد والفاد اللي هما كانوا في اي في اول كومبليكس والتاني يعني والي هو الكارير بتاعهم اللي هو كان انزام كيو بالتنقل على شكل ايه? هيدروجين. هيدروجين. تمام? الاكسادة بقى في السلسلة كروم بي والسي والاي ببعض شكل الكترونات. يعني دي معلومات ممكن تيجي ايه? بيقول لك هنا ايه اهو? الاكسادة بتاع الناد بي اتش? الناد بي اتش يا شباب ماشي معنا في كل الكومبليكسات. عشان كده هينتوا يعني هو كان علينا تلات. اه النظرات بقى بتاختلفوا الكلام ده بس مش هنختلف كتير. وبإذن الله مش عشان عليها اختلفات وحتى كمان دكتورة قالت مش هنختلف كتير فبس اللي هو ايه المنطق انت عارفين? واللي هو اكتر اتنين ونصة بقى كان اتنين ونصة او تلاتة بس هي في الدات عن دوقت اتنين ونصة في حتى خلاص. ايه هو كلمة تلاتة دي? اما الفاد علشان احنا بدأنا من كومبليكس التاني. تمام? آآ فهيدينا واحد ونص بس. بقول لك بقى ايه? بتكامل زي. آآآ في البروتونات بقى عادي ده في الاول والتالت والرابع قلنا يا شباب في قلنا في التاني ليه? الفادة بوابة مفاهيش اللي هي تخلي الهايدروجين يطلع يعني ويروح للانتر ممبرين آآ للانتر ممبرينز بيس. تمام? فالهايدروجين اما بيطلع اما بيطلع للانتر ممبرينز بيس. ده هيعمل حاجة اسمها بوتينشل ديفرونس. هيعمل اختلاف في الكونسنتريشن يعني آآ فهي عوز تاني يرجع. فهي عوز تاني يرجع بقى خلاص في اختلافات. فهي عوز تاني يرجع للماتريكس تاني. فقولت لكم من اللي هيسمح له اللي احنا بقوله على ايه? خمسة. الخمسة يا شباب قلنا اللي هو عبارة عن بوابتين. وليه وظفتين ووظفتين هم مين? اللي اف زيرو. اللي اف زيرو ده شباب ده اللي بيعمل ايه? ان آآ ده اللي يعني ايه? بيرجع يرجع ايه? البروتونز او 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 الهايدروجين آآ يرجعوا للماتريكس تاني. اللي بيته تاني. فعلشان آآ على حسب اللي ايه? الكونسنتريشن جرينزينت اللي حصلت. ما هو فيه اختلاف اختلاف كونسنتريشن حصلت. تمام? المهم يعني اف زيرو ده مسؤول عن آآ ان الهايدروجين يدخل للماتريكس تاني. والاف واحد ده اللي مسؤول يا شباب ان احنا قلنا خلاص بقى عاوزين نكون الطاقة عاوزين ده اخر خطو. ال اي دي بي تحول اللي اي تي بي. لبقى افي زيرو يا شباب مسؤول عن دخول الهايدروجين. اما الاف واحد مسؤول عن ال اي دي بي تحول ل اي تي بي. معلومة الترانسليكيتور ده يعني اللي هو بين ال اي تي بي وكلام من ده مش مهمة. آآ الدكتور اصلا ما انا انا سمعت الركورد ما ما انجابتش سريتها يعني. هو بيني ال اي تي بي يعني خلال من الميتوكندرا لسيتو بلازم والكلام من ده. وهي وان شباب طول ما طول ما فيه اي تي بي كتير. فده هتمشي ولا لأ? مش هتمشي. ما خلاص اي. الهدف فتحها حصل يعني. فعشان كده هتيجي دلوقتي في اللي بيعمل انهيبتور. انه يعني اللي بيوقف في السلسلة. انه فيه اي تي بي كتير. احنا مش محتاجية. لكن طول ما فيه عنصر ال اي دي بي. ده اللي ايه? آآ ده اللي هيعمل استيموليت والده اللي هيمشي السلسلة يعني. فيه حاجة اسمها البي اي ريشيو. ده معناه يعني بالمختصر بالعربي. آآ كام فوسفتاية محتاجينها نستخدمها عشان نكون اي تي بي. بالنسبة لزارة الاكسجين. آآ اللي هي بتتكون يعني في 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 مركب المي. كما في الناد بي اتش. آآ احنا عم آآ اتنين ونص. اتنين ونص واحد. آآ بيطلع مركب آآ اكسجين صح. وفي الآخر من نطلع آآ اتنين ونص آآ اتنين ونص آآ من الناد اتش. زي آآ واحد. يعني هي اللي احنا عايزين نعرفه. ان الناد اتش وخلاص بيطلع منه اتنين ونص. اتنين نص ات بي. اما الفاد بيطلع منه آآ واحد ونص بس. بيقولك هنا اتنين ونص من تلات اماكن. مش احنا قلنا. احنا فيه? قلنا الناد اتش معنا في كله. مع عدل فاد بيقولك هنا مكانين بس. ليه? علشان هو مش موجود معنا في الكمبليكس الاولاني. الان قبل الاربقة. بيقولك يعني الان قبل دي آآ مادة يعني بتعمل انهيبت للعملية بتاعدها. اللي هي في السلسلة. فده يعني بتفصل ما بين العمليتين والفوسفليريشن. بتعمل ايه? يعني تخليك نسلا خليك عملت بس ما ما كوناش في الاخر. ما عملاش عملية الفوسفليريشن. يعني بتعمل لكيج. مثلا تعمل اللي هي الانكابرة دي مادة يعني طبعا توكسكو الكلام من ده. مثلا تعمل ايه? تعمل فجوة او تعمل جاب في في الميمبرين مثلا. الميمبرين اللي هو الان الميمبرين. فيخلي الهايدروجين عادي بقى لكيج. يعني مش اللي هو يطلع ويخرج براحته. فاهمين? فده مش عينته ده عنه طاقة اصلا. واصلا الاختلاف والكلام ده اللي يخلي الهجن يخرج بعد كده ندخلوه تاني عند الخمسة هو ده اللي بيخلينا تمام? فالبقى طب قريدي حصل بقى وفيه فيه جاب اصلا بسبب المادة من التنة دي. فخلاص بقى ما فيش ما فيش طاقة هتتكون. بقول لك ايه? اه يعني حصل بس مش حصل هي بتعمل كده يعني. اه وبقول لك انا اه اه صحيح. طب احنا عملنا تمام? فيه طاقة المفروضة عاوزين نخزينها على شكل طب دي حالي احصل فيه ايه? بتطلع على شكل بيطلع على شكل حرارة. جسم جسم الانسان بيبسوخن. يعني لو تعرض للمادة دي. تمام? اه بقول لك هنا بقى. البلوروبين. مادة البلوروبين ده يا شباب يعني اللي هي بتعمل الصفرة يعني. اما بتكون بزيادة. زيادة في الصفرة. ما بتكون عالية هي دي يعني اه هي دي اللي بتفصل ما بين الوكسيديشن بالفصول الريش. عايزين تعرف اللي لامثلة هي البلوروبين. الكالسام. الكالسام باللرجو دوس. عشان كده عرفنا اللي عنده صخنمة بيقولش بيط ليه. دي اللي هو بالنسبة عالية يعني. وهو الكالسام ده ما بيكون بنسبة كبيرة بيعمل انقبلة. يعني بيفصل ما بين العمليتين. فانت عتيك وتزود اكتر فحيروح في دهية. والسيوريد هرمون. في في الهايبر سيوروديزم. هيبر سيوروديزم دي اللي يعني الانزيم او او بيكون عالية. بصوا يا شباب. الكلسام عالي. عشان نحفظها. في حالة البروروبين اما يكون عالي. الكلسام اما يكون عالي. السيوريد هرمونة ما تكون عالية. في حالة الهايبر سيوروديزم. والتوكسين طبعا اللي بتطلع من البكتيري والفانغس. والسيرموجونين ده كده عندنا ايامنا بس الدكتورة ما عارتهاش يعني. هي انقبلة برضو موجود في الاديبستشو. تمام? مس المهمة اللي قال الدكتور اللي ذكرتها في الكلسام. الكلسام والتوكسين والكلام من ده. فاحفظوها. بيقول لك هنا ايه اللي بحصل بقى? بيقول لك هنا مع العملياتين ازاي? في الانيروبيك. الانيروبيك يعني ما فيش اكسجين. اه ما فيش اكسجين اصلا. طب احنا اصلا يعني بنعمل كل ده في الاخر عشان الموضوع بيتنقل من اللول الاكسجين في الاخر نكون الهايدروجين مع الاكسجين يعني. فيتكون مركب مية ومعه ومعه للأتي بي. طب اصلا ما فيش اكسجين. لا انا عملها مش هتحصل. تمام? وانهبتت بالأتي بي. احنا خلاص الاكتسب يعني. اما الأتي بي بكتير خلاص بقى احنا الحمد لله الغرض بتاعنا احنا موجود اصلا. فعمش عامليه. اما بالأتي بي. مجرد موجود عندنا فعايزيني حاوله بقى. فدي ما مهمة جدا. هيقولك استيموليات بي ايه وانهبتت بي ايه وانهبتت بي ايه وجسلينه في الامتحاء. انهبتت بي واستيمولياتت بي ايه يا شباب. اللي هو النواتج. يعني لو تفتكرواها كنا بنحفظها كده في الكامل. مجرد ما النواتج بتكتر اللي اسموه التفاحل مش بيمشي. مش بيمشي ناحية النواتج صح? فاكرين? كنا بنعمل كده. اه بالعكسة يعني من النواتج للمتفعلات. ما علينا. ازاكم تعرفوا بس ان اللي بيعمل انهبتشن للليتشين دي. اللي هو واللي هو الكربون مونوكسايد والصينيد. ليه? بيعملوا انهبتشن للسيتو كروم ايه ايه سري. لو جدين تقولولي ان الكارير ده موجود فين? ايه ده ده مكتوب جنبها. ما علينا. موجود في اربعة. تمام فده مش يعني ايه وانت وقفت خطوة في اللي في فخلاص مش هيكمل الموضوع. فهيحصل له انهبتشن. وبحصل برضو بمضادات الحشرات دي والانتبايوتكس. بعض والانتبايوتكس. ايه? ما علينا. ايه ما علينا. ايه يبقى اللي بيعملها انهبتشن. اه الكتير. السي او اللي هو الكربون مونوكسايد الصيانيد. ويه بعد اللي هي المضادات الحيوية. اه قلنا دي. اللي هناه بترو بقى انهبته لشباب. انهبت. يعني مش ده مسلا بيأثر على خطوة معينة. لا ده يعني بيقفل لك اللي كلها. تمام? ودي حاجة يعني مسممة. اه دي بتقفلك اللي بتخليك تعمل ولا 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 حاجة يا شباب برضو اللي هو الكربون مونوكسايد دي شباب باللوها امثلة برضو للانكابلر والهايدروجين سيونايد. السيونايد بس الهايدروجين ودولة موجودين في الاتنين. والسيوديوم ازايد. تمام? وده بيبقى فيه تلطبعا لموضوع ايه بوزن. تمام? لا لازم نرجح. لازم نرجح. ايه صحيح يا شباب. الفايل انا عاملة فايل للاسئلة موجود في الديسكريبشن. اه 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 حتى فيه النقاط المهمة واللي كتبت جينا في الامتحان. وبحلوها وانا كتب افعل ايه? وحط افعل اجابات. تمام? مع الملحظات اللي انا ايلها لكم يا شباب. اه تاخدوا بالكم انا. بنرجح بقى مراجعة بسيطة عشان بس ايه? ما انتوش من بعض. احنا بنتكلم دلوقتي في عملية تمام? احنا عرفنا ورجعناها كم مرة والكلام من ده. والموضوع بسيط يعني. تمام? واهم حاجة انا هقول لكم في كل سلايد ايه المهم? اتكتب لازم يا شباب اجزوره هناك. بتطلع? بتطلع طاقة. بتطلع طاقة. اما لانا بلازمك بايه? بتستهلك طارق. اما في الاستيج الاولاني شباب مينموم امون. احنا منكسر حاجة كبيرة لصغيرة لسه مستفدناش بحاجة. اما الاستيج تاني بنكون اكتف اسيتيت. الاستيج تلاتة للي اكتف اسيتيت ده بيدخل الكريبس الساكل اللي بدينا بقى الطاقة الكبيرة. تمام? اه شباب قلنا بتطلع على على شكلين. اللي بتعمل الحرارة بتاعتنا او بنجمع على شكل اللي هي ليه? اه عرفنا الفرق من والهاي. اه الامسلة بتاعته يا شباب اه اي حاجة فيه فوسفات معادل فوسفات اه اسطر. تمام يا شباب? اه عم فيه طريقتين احنا بنكون عم طريقتين. قلنا ده ده موضوع ده يعني معانا مراكب عم نحط له عليه فوسفاتي بالقاينيز ده وايه عاي هتحاول لأي تي بي. اما وده الاشمل وده اللي موجود في جسمنا اصلا. اللي هي عمالية اللي هي السلسلة الريزبيرات والشين ده. بلازم نجبه معانا مراكب الناد اللي هو يتحاول الناد اتش بلاس اتش. وبعد كده يدخل هو السلسلة وبعد كده يطلع علينا هو ايه? واعرفنا اللي هو ايه? ده برضو. موجود في الميتوكوندرية شباب عشان كده مش هالطريقة دي مش بتحصل في البلد فيزلس ليه عشان ما فيش ميتوكوندرية. وتمام? ونعرف التلاتة امثلة بتوع تمام? ده احنا قلنا مع ومنكون في الاخر. اوزينا عبر برضو في النقطة دي انه اللي هو بيحضر من 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 يمشي كده. في الاخر اللي هو الاكسجين. الاكسجين ده اللي هو مور اكتر. تمام? في السلسلة هو ايه للا اي تي بي. اه منكون اه ده ده اللي هو ايه? ده اللي في الاخر شكل الطاقة في جسمنا. تمام? معانا ايه? اربع كوميليكسات. دير بيقول لك ايه اه نفس الكلام. او اللي هو موجود ايه? في الانر ميتوكوندرية من بني شباب موجود في الانر. اما شباب البومج بيحصل منين? من الماتريكس للا ايه? تمام? تمام? بيقول لك انا من احنا بنمشي كده. من الاكسجين. تمام يا شباب? اللي هو الاكسجين. الاكسجين اللي هو المور. تمام? وده نفس الكلام. احنا عاوزين نعرف اللهم اربع كوميليكسات بالتفصيل. ومعانا ايه? اه انزام كيو اللي هو موجود في الاولاني والسايتو كروم سي. واللي هو كارير والاتي بيه السنسيز. وعرفنا كل تكوين كوميليكس. الاف امي ده. ده المميز الكوميليكس الاولاني. تمام يا شباب? اله وده بيطلع منه ايتي بي عادي. اما الكوميليكس التاني المميز ليه اللي هو الفاد. وبطلع ما بيطلعش منه ايه? اه ايتي بي. ليه? مش بيسمح البلت بوم من جدا. اما الايتي اه التلاتة مميز ايه? بيبقى فيه سايتو كروم بي وسي. البي ده اللي هو مميز اصلا في تركيب الكمبليكس ده. اما السي ده كارير بينقل 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 بروتون وقلنا دي نعدلها طب اربعة. الكمبليكس اربعة اه ده بمميز ليه سايتو كروم اي اي اسري. اه تمام? وده في الاخر طب اخر بمرحلة عشان من روح الاكتجين. وهي ونكون الووتر مع ايتي بي. تمام احنا عارفين? تمام ايتي بي مع الفوسفيد ايتي بي. وعن العملية دي قبل لازم مع بعض وتحصل في نفس في نفس الوقت. اه السايتو كروم قلنا خلاص اه في في حالة اللي هي السايتو كرومات يا شباب بيتنقل على شكل شكل الالكترونز. تمام? اه 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 على شكل الالكترونز. اما في حالة ان الناد والفاد اه والكو اه والاسمها سايتو الكو انزام كيو بيحصل عن طريق الهايدروجين اللي هي اول خطوطين. اما بقى احنا خلاص في الكارير بيبع على شكل الالكترونز. والناد اتش ايتي يا شباب بيطلع عنه اتنين ونص ايتي بي. اما الفاد بيطلع عنه واحد ونص ايتي بي. بقول لك ايه المعلومة المهمة جدا 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 ان عبارة عن بوابتين. الاف واحد والاف زيرو والاف واحد. الاف زيرو ده شباب مسؤول عن الهايدروجين يرجع الماتريكس تاني. بسبب ان هو حصل بقى ايه? اه دفرنش اه يعني ايه في اختلاف في الايه? في الكونسنتريشن. اما الاف واحد ده شباب المسؤول ان احنا نكون ايه? ايتي بي. الله ما بلغت. اه ده بقى اللي هو البي ايه ورشيو ده المهمة فيه ان الناد اتش يا شباب. النسبة ما بين الناد اتش والاكسجين اتنين ونص الواحد. الفاد اتش واحد ونص الواحد. الان قبل الاربادة يا شباب. بتفصل هي هي ما عاوزة تفصل ما بين الايه? عملية الاكسيديشن وهي الفصفلي ريشن. تمام? فبتعمل سواء بتعمل مائي بتعمل مثلا عملية الاكسيديشن. وتخليناش في الاخر نعمل ايتي بي. ما نكونش. او اصلا يعني بتعمل فجوة في في الممبرين فتخلي الهايدروجين يتحرك براحته. تمام? اه وده طب ما احنا طب حتى انا افترض مصر حصلت عملية اكسيديشن. بس ايه وقفت عملية الفصول ريشن. طب الطاقة اللي احنا عملناها دي كلها طب ما عادينا نخزنها من غير. فبتطلع في المادة دي بتطلع على شكل ايه? بتعمل سخنية. لامثالة بتاعتها مهمة جدا. كل دولة ما بيكونوا زايدين. والكالسام والسيروز هرمون والتوكسن ويبقى وايه? والسترمجونين. اما ما بتحصلتش في الاناروبك. ليه? احنا عايزين اكسجين. ده الهم ده ده الطريق يعني ايه? ده نهاية الرحلة. اما ما بيكون زيادة خلاص احنا مش عايزين فده بيوقفوا برضه. اما هو ده اللي بيبعن لها السي او والصينات بانهيبت ليه? عشان بيقصر على سايتو كروم ايه اس ري. في في الكمبريكس اربعة. تمام? والمضادة الحقيقة واللي هي بتاع المضادة الحشرات دي بيقصر برضه. الانهيبت وربقة. الامثالة بتاعته. ده بقى الشباب بيقصر على السلسلة كلها. وده بقى حاجة يعني سمى. زي الهايدروجين سايونايد والكربون مونوكسايد والسوديوم ازايد. تمام? الموضوع ده في تال. والحمد لله وازغراته والحمد لله يعني انحنا خلصنا. ولو ازينا اي حاجة انا تحت امركم وهكون متابعة في الكومنتات ولو اي حاجة ابعتولي في الفيدباك. والله المستعان وربنا يوفقكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة